وفي منزل عثمان كانت تنظر روح الزهب بسعادة بالغة فقد تحقق الحلم وستصبح زوجة السقر وبدريه بحزن مخفي مبروك يا دناية ألف مبروك ملك يمك ده شكلك مش فرحان كان نفس خوك يكون معنا ده من ساعة مراحل مخروبة دي اللي اسمها أمريكا وهو ولا حس ولا خبر ان شاء الله يمها يعاود جريب يا رب يا رب يا بتي وفي أمريكا كان قاعد علاء وهو يضع رأسه بين يديه بألم ليشار بالندم لما فعله بنفسه وبيتكلم بحزن انت أكيد بتهزر ينفين مش كده أهزر لا يا روحي دي الحقيقة ما انت فاكر ايه انك هتيجي تقضي معي وقت حلو وخلاص لا يا حبيبي دي مصالح وناس احنا مش قدها انت وقعت في الخيبة وخلاص انتهيت انا لا يمكن اعمل اللي بتقولي عليك ده لي يا روحي المشكلة زي ما كنت بتعمل معي هتعمل معه ويصوروا فيديو وطيبا بس كده سهلا دي نموت ولا ان اعمل كده خلاص يا نيني براحتك كل فيديوهاتك معايا تخيل كده لو وصلت لأهلك في الصيد ايه اللي يحصل لك هسيبك تفكر لاني لازم انزل سلام يا لولو سمحين يا ام انا لا استاهل انا لا استاهل وفي اصري لا عزيزي وفي غرفة نادا وصباح مالك يا بيت يا نادا فيك ايه ما فيش حاجة واصل بس انا عارف انت مالك من دايجة علشان البت المشلولة اللي جاعدة هنه واهتمام جاسر بها مش كده لا والله من عارف عاد اقراها والله عاطف عليه غلبانة مشلولة في السن ده وفقدة زاكرة ومش فاكرة حاجة واصل وابوها رمها انت يا بيت عايزة تشئليني صح؟ انا بقول ايه وانت بتقول ايه؟ دي شكلها تاخد الواد من نيك يا هابلة هو كان ليه اصلا علشان تاخده انا رضيت بالنصيب قلبي ما بقاش حملة قلم وبعدين اللي بيحب بيتمنى يشوف حبيبه سعيد اذا كان هو سعيد معها فاكيد انا برضو هبقى سعيدة عقبالك انت كمان يا صباح لما تشيل الشقر من بالك وتلاقي اللي يحبك بجد وفجأة جا سريعا صورة حاتم في خيالها وبترفض الفكرة من رأسها فهي تركز على هدف واحد لا غنى عنه الان وفي اصري العزيزي على مائدة الطعم خديجة المفروض ان الحنة بتاعتك بكرة يا صاجر مش كده يا امه صاجر يا ولدي ابو سيدك يا ابني احنا عاوزين نخلصه من موضوع سوزي بديه همش عايزين فضايح اتطمن يا بوي طمن كل حاجة خالصة ما تجلكش ويسوزي ناس لو هي بتبداي الكسرة مساء الخير العواف يا ضناية اجعودي كلي انا سمعتك وبتتكلموا على حنة وكده وسقرب خبس ايوة حنة انا وروح معلش عاد علشان صورتنا قدام الناس وبعدين نجيب المأزون ونتجوى صوالي اللي تشوفوه انا موافقة عليه وهنية وهي نزلة السلم بصراخ اه اه مالك يا هنية فيك ايه ما تجوم يا بيت جامت جيمتك في الزجومي وسقرب مقر استني بس ياما عاد انتي كويسة يا هنية وهنية وهي بتدعي القلم اه رجلي رجلي يا ساقرب ايه مش قدر امشي عليها واصل الله يخرب بيتك عاد هو دا وقته حدا انا شغلي كتير جوي ياما حرام عليك البتي تعبانة جوي وانا منها يساعدني دلوقتي صباح راحت الشرك وهي كده كده مفيش منها نفع ونا دا عندها امتحانات مهمة ومشيت عالجمعة واختك مرضانة كيف ما انت عارف من بقى هيعمل الشغل اللي ورانا دا كله سوزي ايه انا ايوة طبعا ما انت شايفها ها مفيش حد يساعدهم مواصل وانت خلاص ممجاتيش غريبة انت هتبقي مرطي يعني يدك بيدهم في كل حاجة في البيت تعالي يا سوزي دا لسه طبخ وغسيل ونرتب تحت البهايب ونحلب الجموسة وقوم شغل اه اروح على الارض بقى فوتكم بعافية يعافيك يا بوي امسك يا بتي يا هنية دول وقعد في فرشتك وعمل اعيانة وما تطلعيش منيها قص تسلم يا سقر بي من عيني ولسه انت شفت حاجة دا نهوى الريك المر الوان ونرجع في الاشبك في غرفة سقر هنية سعدتك طلبتني يا سقر بي خور يا هنية عايز مني الخدمة امر يا سقر بي اسمعي كويس ونفيذ الخطة من غير اي غلط فاهمه اوامرك يا سقر بي واه اول خطة للانتجام وفي قودة رحمة هتفضل اجدهم الداج انك مهملني اعمل يا عاج مش عايز اسيبك واصل ما تجلكش علي انا بجيت زينة والله يا ربي دايما يا ست البنات والباب بيخبط اتفضط وجاسر وهو بيحرق كرسه با امامه العوافع عليكم اسف اني جيدك ده اه ه ه ه ه ه الله يا جاسر المنها عارف انت اطالع محترمك ده لي من دخوك واختك استغفر الله ومالها خطبا يا سي شاكر بدري اللي بنوهل حياتي والله وهي بابه امسي وكسوف عجبك ده يا سي جاسر يد الكسوف في وحد يجي الواحد ومرته الصبح كده؟ عندك حق ايه ملك عاد واغف كده ليه تعالي يا بتي يا هبة تعالي شاكر انت رايح الشركة ايوه عندنا شغل النهار ده عشان سيصقر مش فاضي طيب زين راح ما خلي بالك من هبة لحد ما روح المستشفى واجي حضر يا جسر يا خوي انت هتواصلنا على صاحبتي اه بكرة تجي انت كمان يا روح ونتجمع سوي وفي منزل عثمان روح بقلق ملك يوم شكلك تعبا جوي ما فيش يا دناي ما فيش اما انت خدت دواك ولا لا ها خدتو يا دناي خدتو وبتروح روح بتشوفي الدوا بتلاقي العلب فرغة اجده يا اما بتتحكي علي وما خدتش الدوا وهعملي يا دناي ما احنا مش معنا فلوس وده انا معارفش هنقول ايه قدامهم على جهازك يا اما مش مهمك ده ولا اي حاجة خالص المهم دلوقت ربنا يدبرها ان شاء الله والنهار ده هيكون عندك الدوا وعك يا بيت تطلب فلوس من سجر ولا تحسسي باي حاجة واصل هكتع خبرك انتي بتقولي ايه يا اما عاد اما انا عمري ما هطلب حاجة من سجر واصل اللي سا ما بجيتش مرته ما تجلقيش يا اما اما فيه شوية درة في المغزن هشويهم وبيعهم الطميني واسيبك انا بجا علشان سجر هيوديني المدرسة سلام يا اما ربنا يسترها عليك يا دنايا وفي الخارج سقر بغيز وبغضب ده انت نهارك يسوده من ييل ليه عاد ما عملتش حاجة واصل كل ده ما عملتش حاجة واصل فين دبلت يا هانم والله العظيم تقول تلبس الشبكة كلها في الحن تولع الشبكة انا يهم من الدبلة اللي تقولي العالم كله انك بجيت ملكي وه عاد هو انت ملكتني بالدبلة بس ده ان ملكك بروحي وعمري كله انا عارف انك ملكي بس الناس كله لازم تعرفي يا روحي تبسيها بسرعة عشان عندنا مشوار مهم قبل ما نروح المدرس من عنايا يا جل بروح وفي اصل العزيزي في زاوية البهايم سوزي بتعب شديد كيف بقى اني تعبت تعبتي من ايه عاد يلا شيل الجلة بتاعت البهايم دي يا انا شيل القرف ده مستحيل لا يا سوزي اجده مش هينفع انت هتبقي مرات صجر العزيزي اجده الناس كلاتها داك الوشينة يا بتي لسه في عجن وخبز يلا يا بتي وشاكر وهو بيبص اليها من بعيد بشا ماتا انت وابن عمك هتشوفي الوي وفي اللا حاتم كانت تجلس شهندة وبالدخم ببرود وانت امتى هترحميني من قرفك بقى يا بابي ايه اللي حصل لكل دا قضية عادي وهتخلص نفس اعرف ايه اللي ناصك ايه علشان تعمل كده فيتني كتير قوي يا بابا ام اب حتى الحبيب استقترته علي تلك مليون مرة انسي اللي فات بقى انسى حازم اللي حبيته اللي حرمتني منه انت حولتني للشيطانة دي ولسه يا بابا عمري ما هتغير هفضل كده انت ام واكره شهندة دي انت اللي عملتها انت يا حاتم بيه تباين عليك الجننتي انا سايبك لما تهدي ماشي يا بابا وبتقوم بيرسال صورتنا دا وقاسم الى احد المجالات السفرة لتبتسم بانتصار كده تمام تخيل بقى اللي هيحصل في شركات العزيزي واسمها بعد الفضيحة دي وطبعا حضرتك حينوبك من الفضيحة والخسارة جانب صحيح الصور متفبركة بس العيار اللي ما يصيرش بيدوش وحليني بقى لما يعرفوا ويدرع على الفضيحة وليسا اللي جاي تقيل يا ترى اهلا هيحصل فينا دا وقاسم من شهندة ويا ترى روحة الجو السقر وسقر هينتقم من سوزي ازاي كل دو اكتر هتعرفوا في الحلقات الجاية شوفكم في امان الله دمتم سالمين واستنوا تنوا قبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة علشان احنا بنكبر بيكم وليكم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة